توقعت مصادر ديبلوماسية دولية أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوثيرش تعين الوزير السينيغالي السابق عبدالله بيتالي رئيسا جديدا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويتطلب تعين رؤساء البعثات الدولية عدم اعتراض أي دولة عضو بالمجلس كما توقعت مصادر ديبلوماسية أن يحظى اسم الوزير السينيغالي بموافقة كل المنصين وروسيا بعد اعتراضهما سابقا على تعين أي مرشح غير أفريقي في المنصب هذا وقال منذوب الليبي في الأمم المتحدة الطاهر السونية إن حكومته تتحفظ وتعارض تعين السينيغالي عبدالله بيتالي مبعوثا خاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا وضف أن بلادها تحتاج أن يؤخذ برأيها في هذا الشأن هذا هو المرشح التاسع من قبل الأمانة العامة نعتقد أننا نستحق المزيد من الوقت للمشاورات بشأن أي تعيين لذلك نأمل أن يكون هناك المزيد من المشاورات مع الليبيين بشأن هذا الأمر لقد أبلغنا بذلك من مكتب الأمين العام ويتم إختارنا عندما يتعلق الأمر بهذه التعيينات لكن نحتاج إلى مزيد من الوقت داخل الوطن للتأكد من مشاركة جميع الأطراف استأنفى مجلس النواب الليبي جلساته رسمية وعقد أول جلسة الله في طبرق منذ تعارض مقاره للحرق وبحثة الجلسة دفع المسار الدستوري في البلاد إلى الأمام هذا بالإضافة لمناقشة تعديلات عدد من القوانين وعشر متحدث رسمي باسم مجلس النواب عضل باليحق إلى أن البرلمان علق الجلسة إلى يوم الثلاثاء لمتابعة مناقشة الملفات الملحة على الساحة السياسية والأمنية في ليبيا ومعنا من طبرق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي يستاذ فتحي مرحبا بك معنا أبدأ معك من جلسة اليوم برأيك لماذا لم تتطرق إلى الملفات السياسية الأساسية وتم تأجيلها إلى الجلسة القادمة مرحبا أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة وبالسادة والسيدات مشاهدي ومشاهدات قناتكم المؤقرة نعم حتى القوانين والقرار حول منطقة بنت بي طبعا مهمة جدا التي تم نقاشها اليوم في مجلس النواب نحن نعرف بأن كانت هناك كارثة كبيرة في منطقة بنت بي في الجنوب الليبي نتيجة الانفجار في شاحنة الوقود مما سببت يعني العديد من الوفيات وكذلك العديد من الجرحة وكذلك يعني سببت حتى يعني تخرير في بعض المنشآت والمنازل وغيرها هذا الأمر طبعا مهم جدا لدى مجلس النواب وأصدر يعني اليوم قرارات مهمة حيال ذلك تتعلق بالتعويض وتتعلق بعلاج الجرحة وكذلك العمل على إصلاح وقيام مصافي نفطية في الجنوب الليبي لتزود الجنوب الليبي بالوقود اللازم لسكان المنطقة الجنوبية وهذا قرارت كان مهم جدا بالنسبة لأهلنا وناسنا في منطقة الجنوب أما فيما يخص الأمر الآخر وهو إلغاء القانون رقم 25 الذي أصدره المؤتمر الوطني في عام 2013 والمتعلق بالمحافظة الاستثمارية نحن نعلم أن عدد كبير يعني من الليبيين لديهم محافظة استثمارية ومنذ عام 2013 حتى الآن توقفت يعني حتى منح ومكافآت وعواعد على هذه المحافظة فاليوم قام مجلس النواب بإلغاء هذا القانون طيب ولكن أستاذ فتحي يعني على أهمية هذه الملفات هناك ملفات أهم ربما تم تغيبها لجهة ربما حتى المسألة يعني لمنطقة المنكوبة وأعلنها منطقة منكوبة بنت بيا وغيرها من أين ستأتي هذه الأموال والموازنة متحكم فيها بترابلوس هذه نقطة لكن نحن نتحدث عن أول جلسة منذ الحرق يعني أين هي كل التطورات السياسية ومعالجتها طيلة الفترة الماضية في جلسات مجلس النواب في متابعتها وفي متابعة أيضا آخر الزيارات والجولات الإقليمية اللي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الفترة الماضية نعم طبعا هذه الملفات طبعا هي لازالت قائمة حتى الآن وحولها يعني العمل وذلك من خلال الاجتماعات ومن خلال الحوارات المتعددة وفعلا كما تطرقتي آخر الأشياء كانت يعني جولة فخامة رئيس مجلس النواب إلى تركيا والحديث مع السيد أردوغان رئيس جمهورية تركيا ورئيس البرلمان التركي حول القضايا الليبية ونحن نعرف أن تركيا لديها اهتمام وتدخل حتى في القضية الليبية وبالتالي مهم جدا أنك تحورها وأنك تناقشها والجولة هذه كانت ناجحة في عديد الملفات المتعلقة بعلاقة ليبيا بتركيا كذلك الاتصالات مستمرة مع المجلس الأعلى للدولة حول المواضيع يعني الملحة خاصة المتعلقة بالمناصب السيادية وأيضا بالمصار الدستوري والذي سينطلق إلى الأيام القريبة القادمة ونحن نعرف أن المصار الدستوري هذا مصار مهم جدا لأنه هو القاعدة التي يبنى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لليبيا ونحن نعرف بأن هناك مطالبات كثيرة من أفراد الشعب الليبي للإسراع في العملية الانتخابية هذا كل مهتم مهتم بذلك ونحن نعرف مهتم ولكن هل هي لا تحتل الأولويات؟ هل هناك قسمات ما بين أعضاء مجلس النواب؟ أم انتظار للتطورات الأخرى وربما إلحاقا بالموضوع أيضا والتطورات فيما يتعلق بقرب تعيين المسؤول السينجالي السابق رئيسا للبعثاء الدولية وبالتالي هذه الأمور مؤجلة إلى حين اتضاح الصورة في المشهد الدولي نعم بالنسبة للمبعوث الأممي نحن ننتظر ماذا يحدث فعلا ما بين الليبيين الليبيين يعني يطالبونه حتى من خلال المندوب الليبي في الأمم المتحدة السيد السني فعلا هو محقب يعني لا بد من مشاورة ليبيا في أي مندوب كان يعني يأتي إلى ليبيا لأن ليبيا نحن نعرف أنها تعيش أزمة كبيرة وفوضى كبيرة نحتاج إلى مبعوث يعني يفهم جيدا ما يدور في ليبيا حتى يساعد الأطراف الليبية وحتى الدولية في حل المشكلة الليبية التي نحن نعاني منها ولكن في كل الأحوال لا يعني مجلس النواب جاد جدا في عملية حل حلة العديد من القضايا ومن بينها المشار الدستوري وذلك كما قلت لك للاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب العاجل وغدا يعني هناك جلسة لمجلس النواب سيطرح العديد من القوانين المهمة التي يعني يطالب بها المواطنين الليبيين وأهمها زيادة مرتبات العاملين في الدولة الليبية هذا موضوع المرتبات وموضوع السؤال ربما لم تجيبني عليه مسألة من أين ستأتي هذه الأموال والتوافقات فيما يتعلق مع البنك المركزي أو فيما يتعلق بيئة الموازنة لا تتوفر عليها حكومة بشاغة لتتبع لمجلس النواب حسب التوجيهات لتتم لهذه الحكومة لكن أريد أن أركز معك لما تبقى من الوقت فيما يتعلق بالمبعوث الجديد باثلي يعني أنتم تتوفقون حتى مع حكومة دبيبة فيما يتعلق بالموقف ولكن هل الموقف الرافض مبدئي أم لجهة إهمال موقف الأطراف الليبية عليها حالا أن أرجع لك إلى عملية دعم الحكومة السيد فتح باشا آغا من المصرف البركزي مصرف ليبيا المركزي ملزم بدعم هذه الحكومة لأنها هي الحكومة الشرعية التي انتخبها مجلس النواب ونحن نعمل من خلال دستور ونعمل من خلال قوانين كل ما هو موجود في الدستور أو في الإعلان الدستوري الثاني عشر والقوانين الليبية تجعل المصرف المركزي أن يقدم الدعم اللازم لحكومة السيد فتح باشا آغا هذا مما هو مفترد لكن التطبيق على أرض الواقع شيء آخر يعني من يتحكم بالمال هو الموجود في ترابلوس نعم لأن ترابلوس تحكمها الميليشيات المسلحة ومصرف ليبيا المركزي جاء تحت سطوة هذه الميليشيات وبالتالي لابد من معالجة الأمر نحن نضع الأمور في سياقها الصحيح الدستوري والقانوني كمجلس نواب وعلى الجهات الأخرى ذات العلاقة وحتى على الليبيين معالجة هذه هذا الخلل طبعا نحن الخلل الكبير الموجود عندنا أن ترابلوس رهينة للميليشيات المسلحة كل المؤسسات الموجودة غادي تحت سيطرة الميليشيات المسلحة الخارج على القانون أيضا لذلك هذا الأمر يعني لابد من معالجته مع كل الجهة وليس مجلس النواب فقط أعود معك إلى بثيل لأستثمر الوقت فقط أستاذ فتحي لو سمحت لي لمسألة بثيل اللي يقترب من أن يصبح رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم خاصة أنه العرض عندما قدمه قوثير جاء بصيغة في حال عدم تقديم أي اعتراض من شأنه أن يوقف قرار التعيين لم يتم أي اعتراض إلى غاية اللحظة من قبل أي من دول الأعضاء في مجلس الأمن ولا حتى الأعضاء الدائمين بالتالي هو يقترب بشكل كبير مؤخذاتكم فقط لعدم إعطاء أو إهمال رأي الأطراف الليبية هل ستتعاملون مع السيد باثيلي وكيف تتوقعون أن تكون مهمة أول مبعوث أفريقي للملف الليبي نحن نحترم أي مبعوث كان من الأمم المتحدة ولكن قلنا من المفترض أن هيئة الأمم المتحدة تستشير الأطراف الليبية أو على الأقل تستشير مندوبنا في هيئة الأمم المتحدة ولكن في كل الأحوال عندما يصدر القرار نحن نحترم قرار هيئة الأمم المتحدة وسنتعامل مع هذا المندوب وخاصة هو من أفريقيا ونقول ربما أفضل من غيره سيعي ويعرف القضايا والمشاكل التي تعاني منها ليبيا لساعد الليبيين في الحل المناسب لنخرج من الفوضى ونتج إلى الاستقرار ولنثبت دولة المؤسسات والقانون في ليبيا اللافت أن سيد باثيلي سبق وتولى منصب رئيس لجنة التفتيش على بيعتة الأمم المتحدة في ليبيا العام الماضي هل لديكم تصور مسبق عنه؟ لا ليس لدينا أي تصور كان مسبق عنه كما قلت لك ليس لدينا ملاحظات على فكرة نحن على هذا المندوب ولكن يعني احتراما لمندوبنا في الأمم المتحدة واحتراما للأطراف الليبية من المفترض أن يتم مشاورتهم في ذلك ولكن غير ذلك لا يوجد أي شيء على احتبار أن هذه الشخصية تعمل في هيئة الأمم المتحدة وقامت بالعديد من المهام من بينها فعلا التفتيش وبالتالي سنتعامل مع هذه الشخصية في كل الأحوال برأيك سيختلف الموضوع كثيرا عن أسلوب وطريقة إدارة السيدة ستيفاني ويليامز لهذا الملف خطوى للفترة الماضية ولفت أنه خلال إحاطتها الأخيرة كان هناك انتقادات لهذه الإحاطة من قبل مجلس النواب نفسه نحن طبعا كعمل قامت بها السيدة ستيفاني يعني تشكر عليه ولكن ممكن قدمت بعض الانتقادات التي ليست في محلها يعني ليست صحيحة بأن يعني البعض من المسؤولين تهمهم صلاحهم الخاصة طبعا هذه أمور غير صحيحة وغير دقيقة يعني في نفس الوقت ولكن في كل أحوال يعني هذه السيدة بذلت جهدا كبيرا يعني في الأزمة الليبية ومن المفترض حتى المندوب القادم يقف لعند ما أنتعت إليه هذه السيدة ويبدأ في تنفيذ مهامه يعني بذلت جهود كبيرة وقربت وشاة نظر وعملت حقيقة ما بين الليبيين في أجواء يعني ممكن كانت متوترة وبذلت جهود كبير تشكر عليه في كل الأحوال ومن المندوب الجديد نطلب نحن أينما وقفت السيدة ستيفاني عليها أن يبدأ ويكمل هذه المسيرة وهذا المشوار والليبيين سيتعاونون في كل الأحوال لأننا نحن في ورطة كبيرة وفي فوضى وفي عدم استقرار نحتاج فعلا إلى من يساعدنا من المجتمع الدولي ومن دول الجوار والدول العربية بشكل عام والإسلامية والاتحاد الأفريقي وغيرها كل هذه المنظمات نحتاج إلى مساعدتها من أجل أن نخرج من هذه الفوضى ونخرج من عدم الاستقرار لأن كل الليبيين يحتاجون الآن ويطالبون بالاستقرار ونقول نحن ربما اتجاهاتنا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد تقربنا من الاستقرار وننتهي من أزمات وقضايا كثيرة نعاني منها الآن في ليبيا نعم شكرا جزيلا لك من طبرق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي شكرا جزيلا